فلما تصدق تعملي إيه؟ أول واحد يقولك خلاص حتجوزك اللي أنت عايزه إحنا بنسمع دلوقت ستاته قول إيه؟ لأ بس ييجي أنا شايزة منه حاجة أنا اللي حصرف أنا اللي حعمله بس ييجي هو ده البيئة و ده يعني ده جواز و ده الراجل و ده الجواز و ده الراجل و ده جواز بس هي ما كانتش تقدر تعرف أنه بخيل قبل الجواز عشان هي ما قدتش نفسها فرص هي ما قدتش هو ما تعرفها على بعض في قد إيه الست مدتش لنفسها فرصة لأنها لو ديت نفسها فرصة كانت شافت حاجات لكن هي ما صدقت عشان الضغط بتاع اللي حواليها وصحبها و الكلام ده وانتي بترفضي هو بيقبلوا الكلام ده فأول ما قال يلا قالت إيه؟ يلا يلا و يلا وبسرعة حتى لما ما عملهاش في الأول ما كان في الأول خالص طب الفرصة مفروض تبقى قد إيه يا ريهام الأول يعني أنا مفروض أعرف اللي قدامي في قد إيه المعرفة دايما أنا أقولها كده زي ما بتروح تشتري شركة جديدة يقول لك إيه المعرفة النافية للجهالة أو الدراس أو التحليل النافي للجهال فأنا برضو مش هقول لك ست أشهر ويبقى إحنا عادين مسكني الساعة البعض ست أشهر لا حتى تقبلي وتفهمي لأنه ما فيش بني أدم بيرفكت ما فيش بني أدم حلو مية في المية ما فيش بني أدم وحش مية في المية فأكيد في حتة ثنص أدي لنفسك فرصة ليه؟ أنا مش بقول وقت أنا بقول الوقت بيولد بنا وبيخلق مواقف نفهم بها باعت تقري بيها لأدامك طبعا أنا ما بقولش وقت النهي ما هونت ممكن أعود سنة ما مخطوبين سنة لكن ده في بلد وأنا في بلد صحيح؟ وبينكلمش وبينشوفش وما ممرناش بمشاكل تبين معدن البنيات طب هي أنت إي رأيك على تصرفاتها في أول الجواز؟ أنه أول ما يجي قولي مثلاً أسنة واخت قرد أسنة مديون هو كان مفروض كانت تبقى الوقفة عاملة إزاي؟ أو كانت تستمر وتتمدى وهي صح؟ طيب بغض النظر عن أن أنا قلت ما بني على باطل فهو باطل لأنه هو الاختيار من الأول غلط مش فيه شخص سبب اختيارها أنها تتجاوز هذا الشخص هو الغلط لأن أنا شفته في الأول إي رأيك أنه فيه ناس بتقول الجواز نصيب والطلاء اختيار قرار والله أنا بقول أن فيه ربنا وربنا بيعمل كل حاجة إحنا بس اللي بنشغل مقينة في حاجات اللي هي بنساعد لكن هو في الآخر نصيب هو واحد والنصيب بتاع الجواز والنصيب بتاع الطلاء ده اللي اتنين نصيب طبع على أن يعني في الآخر إحنا بنقف قدام ربنا ونعم بالله فإحنا قليني عايزة أقولك في الحيطة دي لأن الحيطة دي مهمة قول من أكبر الأخطاء اللي إحنا كلنا بنقف فيها يا سالي إن أنا نصلح غلط بغلط تغلطي الأول وإنت عارفة أني غلطت الأول دليل لأنها بتقول أنا مش عايزة حد وأنا غلطة وأنا وكلام ده أنت غلطت من الأول لكن تمديتي في الغلط تكسرتي قبلتي كيفتي بيبي شوفت مش من أول لحظة نحن عايزين نتكلم في موضوع البيبي ده بس تاني عايزة لك واتهنتي كمان أيوة واتهنتي والترياءة والتنمر وانا بمبونيت القاعدة ونتكلم في حاجات كريتيكل وحساسة جدا قدام العيلة ترجمة نانسي قنقر